على الشاشة مهندس عبدالله اللي هي تعريف الموهبة أو ما هي الصفات اللي ممكن تنطبق على الشخص الموهوب؟ نعم هذا ذكرنا فيها ان اختلف يعني تعريف الموهبة كذلك اختلفت كما ذكرت الآن إلا أن يعني من أبرز التعريفات حيثا التي شملت جوانب كثيرة وحيثا شاعت على مستوى العالم هي تعريف العالم النفس الأمريكي جوزف رنزولي هي عبارة عن تفاعل أو تقاطع ثلاث من السمات ثلاث من السمات الإنسانية ممتاز وهذه السمات قدرات عقلية فوق المتوسط وقدرات إبداعية ودافعية أو التزام بالمهم يعني لما تتوفر هذه الدوائر الثلاث معناها الشخص اللي أمامنا موهبة نعم سيكون هذا ولذلك الموهبة صارت هي في المساحة التي تشمل أو تحتوي على هذه المعايير الثلاثة طيب لو بغينا نفرقها عن الذكاء لها علاقة بالدوائر هذه أو التفوق بلا شك طبعا الذكاء كما هو معروف وكذلك وتعدد التعريف هذه الآن لكنه معروف أنه عبارة عن قدرات عقلية القدرات العقلية لو رجعنا إلى الدوائر الآن قدرات العقلية حقيقة هي متعددة الآن وكما نعلم أن الذكاء يعني في الذكاء العام وهناك ذكاء متعدد يعني عندما نقول فلان ذكي فلا يعني أنه ذكي في جميع القدرات ولذلك جاءت نظرية العالم قاردنر الذي وضع نظرية الذكاء المتعدد ووضعها إلى سبعة ومنهم جاء من أضاف عليها وبالتالي فإن هذه القدرات عندما تكون في القدرات العقلية الذكية هو الذي لديه مجموعة قدرات عقلية قدرات عقلية هذا صفة الذكي نعم تمام وأيضا وش الدائرة الثانية الدائرة عندما نأتي مثلا المتفوق ذقي المتفوق غالبا يكون في التحصيل فالذكي غالبا الآن لم يكون في التحصيل معناته عنده ذكاء منطقي رياضي وذكاء لغوي هذه الجوانب أحيانا لا تكفي لوحدها ما لم يكون هناك معها جانب من الدافعية 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 معناته أن يستطيع أن يوظف أو يستغل هذه القدرات في التمييز في هذا الجانب و الذي يكناره في الميدان أنه هناك من الطلاب أذكية لكنهم أحيانا تحصيلهم الدراسة ضعيف لماذا؟ لأنه عنده نقص في الدافعية ما عنده دافعية و المعروف في التحصيل الدراسي يحتاج إلى جهد و مدابرة و واجبات و متابعة و هذه الدافعية عنده ضعيف و بالتالي لا يستفيد من هذه القدرات طيب يعني الموهبة لا بد أن تكون هذه الدوائر الثلاث موجودة قدرات عقلية فوق المتوسط ودافعية و قدرة إبداعية لا شيء إذا توفرتها طيب كل ما زادت كل ما زادت أحدها أو زاد كل ما زادت الموهبة المتفوق يكون عنده قدرات عقلية فوق المتوسط ودافعية نعم قدرات عقلية الآن و خاصة في مجال منطقي و اللغوي اللي لها علاقة بالتعلم يعني بصورة و الذكي أي الدوائر موجودة عنده ذكي يكون عنده قدرات فقط فقد يكون ذكي و يعني عنده قدرات عقلية لكنه ما وظفها في المجال في أي مجال مجالات بناء على أنواع الذكاء نوع الذكاء اللي عنده يعني مثلا الذكاء الاجتماعي الذكاء الاجتماعي عنده قدرة على يعني علاقات شخصية لكن أحيانا ما عنده دافعية لاستغلال هذه القدرة أو النوع من الذكاء والتعليم قد لا يستفيد منها الجانب